السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير أهلاً وسهلاً بكم أعزاء المشاهدين والمشاهدات محدثكم من أرض الواقع ومن قلب الحدث كما تشاهدون هذه العائلة التي تتواجد داخل هذه الخيمة وهم في حالة يرثالها تعالوا شاهدهم تفضلوا تعالوا معنا السلام عليكم يا عم عليكم السلام يا مرحبا كيف حالك خير يا مرحب سك طيب أي عفيد شخ بارك طيبين شونك أعتم أنت ولدها أنا محدث كفهد المطيري ونعم يا مرحبا ونعم كيف الحال خير سك طيب أي عفيد يا عم أبيك تسولف لي عن حالك حاليا الله الله مثلا ما تشوف في أبيديك جلست أن هذا بيتنا وهذا محلنا وعندي الولد يروح يما الهجرة هناك يروح يدرس ويجيني وعندنا حلالنا طيب يا عم بسألك حالتك هذه كم لها هل هي سنوات أو أشهر من يوم الله خلقنا وحنا في الدين هذيب وحنا في الدين هذيب ورزق الله واجد اللهم لك عندنا حلالنا وعندنا ومرنا نحمد الله ونشكره كم عدد الأسرة عندك الأسرة فوق العشر من عياله وبنات والحمد لله خير الله طيب بما أن هذا أسرتك كبير جدا كيف تعيش في هذا المكان على الله يبوك على الله كلها على الله ونعمة بالله نحمد الله ونشكره أنت رزق من حليلنا أغني معنا وواله الناحية أنت جينا الحاجة لكن يبوك وش نسوي نعطلب الله سبحانه وش احتياجاتك يا عم اللي تبغانا نساعدك فيها ما جيتك أنا إلا همزة وصل بينك وبين أعتم وش أنكم يا بوك حنا جمعية معك يا عم من الحكومة الله الله الضمان لا مو الضمان وش أن جمعية الأوقاف أهجزاكم خير ونحتاج وكبنا الأرزاق ينقصنا من الأرزاق وينقصنا بعض المصاليف اللي يحتاجونها الورعان والعرب لا راح للسوب ولا راح والمدرسة ولا راح بإذن الله بإذن الله بإذن الله أنك تبي تبتسم ولدك هذا ما شاء الله تبارك الله الوجه منور ما شاء الله تبارك الله أريد أن يأتي سؤالك معنا تعالي أبوك أركض أركض خليك الرجال أنت تفضحنا في الحكومة يا سلم الله أحطيكم وش ناقصك أنت ناقصنا بيت وناقصنا مثل ما تشوف جاسين في هالخيمة وما عندنا مصاريف أنتم جمعية الله الله اللي تبيه تطولنا بيت يا أبوك بإذن الله إن شاء الله بيت مثل العرب إن شاء الله بإذن الله الناس فيها خير بإذن الله وفي شهر الفضيل هذا بجيكم اللي يتمنونه أكثر نبي رقم الولد ورقم كنت إن شاء الله بإذن الله تلفون ما عندكم تلفون إن شاء الله أن الله يبيرزقكم بإذن الله سجلونا معكم وبنجيكم بإذن الله نبي ناخذ بس أرقامكم عشان نسجلكم في الجمعية بإذن الله ترى جيرانا بعد قصرانا بعد بإذن الله بإذن الله أن يشملهم جيرانكم أتم وشلون دريتوا أنه عرفتوا بحلهم أهل الخير واجد يدلون لكم الله يجزاكم الله يجزاكم خير يرحم والديكم أنتم وكل من معكم الله يجزاكم خير يرحم والديكم الله أنه يفقنا رب إن شاء الله بإذن الله أننا نتواصل معكم الله يجزاكم خير وقبل الختام أحدثكم في داخل الكثير الكثير من المشاعر اتجاه هذه الفئة التي لا تمد يدها للغير وهم في أمس الحاجة ونشكر المولى عز وجل الذي جعل هذه الأوقاف تخدم جميع هذه الفئات الموجودة في وقتنا الحالي عندي لكم فكرة أو مضرب مثل وقف أم الأوقاف جمعية جمعية الموه يعني زي ما تقول ترعى سبع أوقاف خلني أمثلكم أنا كما تشاهدون قليل أنا تبرعت في هذا الوقف واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع وشامل لك سبعة أوقاف لو بتكلم في الكسوة تعني لهذه العائلة لو بتكلم لك في الأرامل تعني هذه العائلة لو بتكلم لك في الأيتام تعني هذه الفائدة هذه العائلة والمطلقات وإفطار الصائم وتفريج الكرب وأمور كثيرة مراسلكم فهذا المطيري برنامج عابر الرياض يا مبدعين العصار عنيكم عنيكم العصار كفو كفو تهدوا ولد تهدوا العائلة روح لهم العدلة تهدوا العائلة تهدوا العائلة تحقق كفو كفو كفو